ممكن اللي 48 ساعة الأخيرة كانت حاسمة فاصلة حددت بشكل كبير جدا معالم بطولة انتر كونتينينتل أو بطولة كاس القارات البديلة البطولة اللي هتحل محل كاس العالم اللي هندية بالشكل اللي احنا كنا عارفينه قبل كده بكل النسخ اللي شارك فيها النادي الأهلي في بطولات كاس العالم وكل النسخ اللي توجي النادي الأهلي فيها بميداليا برونزية وكل النسخ اللي تفوق فيها الأهلي في مواجهات رسمية على كل أبطال القارات بدون استثناء إلا أوروبا أو معادة بطل أوروبا هتتحول لبطولة جديدة مش هتكون بطولة مجمعة يعني مش هتتلعب زي كاس العام للقارات مش هتستضيفها دولة واحدة مش هيشارك فيها البلد صاحب الأرض أو البلد اللي بيستضيف البطولة هتختزل البطولة في أبطال القارات الستة فقط لغير وهتتلعب على مدار مباريات ومراحل مختلفة تنتهي بالمباراة النهائية اللي هتجمع ما بين بطل أوروبا اللي تم الإعلان عنه طبعا بعد فوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند وبعد تصفيات أبطال القارات اتحدد طبعا في اليومين الأخيرين بطل الكونكاكاف طبعا باتشوكا المكسيكي اللي تفوق على كولومبوس الأمريكي بنتيجة 3-0 ريال مدريد اللي تفوق على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 والعين اللي حسم لقب بطولة دوري أبطال أسيا ثلاث أبطال هيلعبوا مع المارد الأحمر مع وحش وبطل مع سيد السياد قارة أفريقيا النادي الأهلي في البطولة بالإضافة الفرقتين فريق هو أوكلان سيتي وده ضمن في بداية البطولة أنه يخوض الدور التمهيدي لكن هيتم إجراء قرعا أنا بقول لكم طبعا بطل أفريقيا حاضر في بطولة الانتر كونتيننتل زي بالظبط لما هيكون حاضر في بطولة كاس العالم الأندية زي ما هيكون حاضر وضمن مقعده بالفعل في دوري أبطال أفريقيا إلى جانب مجموعة كبيرة من البطولات والألقاب اللي نفس عليها الأهلي في الموسم اللي جاي كان الله في عون الإدارة والجهاز الفني واللعابين رهننا عليكم كبير جدا وطموحاتنا وأمانينا وأحلامنا أكبر وأكبر لكن خليني أقول لكم مرجع لانتر كونتيننت المرة تاني المباراة تبدأ بقرعة مين هيواجه أوكلند في الدور التمهيدي إما الأهلي وإما العين الإماراتي لو الأهلي لاعب فريق أوكلند في البداية هتتلاعب المباراة دي في القاهرة والفايز منها اللي بإذن الله يكون نادي الأهلي هيتوجه بعد كده للملاقات العين والمباراة تانية هتكون في الإمارات أما لو حصل العكس فأوكلند في البداية لو واجه العين هيواجه فيها الإمارات والفايز منها يتوجه للقاهرة عشان يقابل نادي الأهل دي المرحلة الأولى من البطول الناحية الثانية باتشوكا المكسيكي هيواجه بطل كوبا ليبرتادورس بطل المكسيك أو بطل الكونكاكاف هيقابل بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد هو الفريق الوحيد المتبقي اللي لم يتم الإعلان عن اسمه ومنتظر إن شاء الله مع انتهاء البطولة بس بطولاتهم بتاخد وقت شوية مش نتيجة تأجيلات ولا تراكم وتلاحم مواسم هم عندهم الأجندة بتاعتهم كده يتم الإعلان عن بطل ليبرتادورس في شهر نوفمبر القادم فبطل الكونكاكاف اللي اتحدد لها باتشوكا هيقابل بقى أين كان مين بالميراس ممكن فلومينينزي ممكن فلامينجو ليه لأ بوكا جونيورز برضو شغال يعني أين كان مين بطل أمريكا الجنوبية هيواجه باتشوكا في مباراة هيتحدد ملعبها بالقرع هيتحدد ملعب المواجهة والدولة اللي هتصيح في المواجهة دي بالقرع الفايز من المباراة دي هيواجه بإذن الله ان شاء الله كذا نتمنىها يعني الأهلي أو الفايز من الأهلي والعين وأوكلين سيتي في مباراة أيضا هتلعب على ملعب محايد والفايز من المباراة دي هتأهل للمباراة النهائية في مواجهة ريال مدريد الغريمة المحتمل وهكذا نتمنى أو ليه لأ فرصة كبيرة جدا ظروف البطولة على فكرة السنية أفضل بكثير جدا لما تحسب من ناحية الفرص يعني فأنا أعتقد أن فرص الأهلي فيها أكبر بكثير جدا من لما كانت بتتلعب في بطولة مجمعة ليه؟ لأنه الأهلي كان بيخود عدد كبير جدا من المباراة في فترة زمنية قسارة جدا وما فيهاش فكرة تكافؤ الفرص يعني بطل أمريكا الجنوبية بطل أوروبا بيجوا في الأول والآخر يلعبوا الدور قبل النهائية وبعدها مباراة نهائية أما الأهلي فغالب من بيبدأ المشوار من بدري جدا سنة اللي فاتت لعبنا مع تحت جدة فريق كبير جدا مدجج بكتيبة من النجوم بالتالي بيستنزف جزء كبير جدا من قدراتك البدنية والفنية عشان تلعب بعدها ثلاثة يام مع بطل أمريكا الجنوبية برضو منتخب عالم نجوم كبيرة جدا فالفاصل الزمني ده بيبقى دايما مش مصلحة النادي الأهلي ومع ذلك بتنجح في الوصول للمربع الدهبي وغالبا بتتوج ببيداليا برونزية السيناريو ده يخلي الدنيا أسهل شوية بيقلل عدد المواجهات المواجهات الأولى ممكن تبقى كمان على أرضك في وسجمهورك فبين تالي فكرة الحسم فيها والتفوق فيها إن شاء الله بإذن الله تكون في مصلحتك بتخلي بطل بطلاء قارتين تقال من العرض تيل وإن كنت فست على أبطالهم قبل كده سواء بالمراس بطل كوبا ليبرتادوريس بطل برازيل فست عليه وتو وقت على حسابه بميداليا برونزية سواء باتشوكا انت كسبت من الكونكا كاف بطلين كسبت مونتريل مكسيكي وكسبت سياتل ساوندرز الأمريكي وبالتالي فكرة إنك تتخطى أبطال القارتين دول حصلت قبل كده وبالتالي وارد حدوثها جدا وبالتالي سيناريو وصولك للنهائي ممكن يكون الأعرب بإذن الله في بطولة الانتر كونتينتل نتمنى إن شاء الله التوفيق للأهلي في البطولة دي وده واحدة من البطولات اللي أعتقد رهان الأهلي كبير جدا عليها السنة دي البطولة هتتلعها في شهر ديسمبر 24 قبل بطولة كهس العالم إن شاء الله هتصدفها الولايات المتحدة في 25 ودي بقى قصة تانية وحوار تاني واندية تانية وسكيل تاني خالص مفيش حد ممكن يفكر إن هو يقرب له نتمنى إن شاء الله الأهلي برضو يعني طبعا تتكلم على كس عالم كس عالم يعني عتولت العالم كلهم من الدولات الخمسة الكبرى من أمريكا الجنوبية برازيل وأرجنتين من أسيا يعني هتبقى بطولة كبيرة جدا وبطولة صعبة جدا ولكن رهانة برضو يظل فيها على نادي الأهلي كبير والمركاته بإذن الله أعتقد إنه طموحات الأهلي تخطط بكتير جدا بقى العادي إنت يعني أحساس جماهين نادي الأهلي إن المنافسة في أفريقيا الأهلي مش على مستوى مصر الأهلي على مستوى قارة أفريقيا خارج المنافسة ما فيش منافسة حقيقية الأهلي فوارق بينه وبين أقرب منافسيه سواء من ناحية الكواليتي والمستوى الفني أو من ناحية الألقاب والتاريخ اللي اتنين بعيد جدا بالتاني أنت بتدور على منافسة تاني خالص نتمنى إن شاء الله أنه يترجم فيه الموسم اللي جاي شكرا